السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سمو أنا زميلتكم أبرار المزي وإن شاء الله اليوم رح أشرح لكم نص اللاعب المايكروبيولوجي الرابع اللي بيحكي عن البكتيريا الكالتيفاشن تمام يلا بسم الله الرحمن الرحيم أول شي بكتيريا الكالتيفاشن means bacterial كالتشورين يعني زراعة البكتيريا أول شي بنتعرف على الفنكشن أو في كلينيكال مايكروبيولوجي لاب أنا ليش بروح على مايكروبيولوجي لاب بودي عينات على مايكروبيولوجي لاب إيش بعمل لي Participation المايكروبيولوجي أو الكلينيكال مايكروبيولوجي لاب Participate in management of patient with infectious disease by processing of clinical specimen on أو under المايكروسكوبي cultivation and isolation of pathogens and identification of this isolate and doing finally antimicrobial susceptibility testing for the isolate إيش يعني؟ بحكي لي إنه مختبر المايكروبيولوجي يساهم أو في فحص العينات أو عينات المرضى المصابين بالinfectious disease عندهم عدوى صرف عندهم infection تمام؟ بروح باخد هاي العينة clinical specimen باخدها بوديها على المختبر عشان يفحص لي بالطرق التالية يا أما بشوفها تحت المايكروسكوب تمام؟ عشان أعرف نوع المايكرو أورجنيزم أو الشكل تبع الخلايا أو هكذا برضو بودي هاي العينات للcultivation يعني الكالتشورينج وإيزوليشن في باثوجين إني بحزل الباثوجين اللي أنا شاكة فيه عن غيره من الباثوجين تمام؟ إنه أنا بدي أو أنا قاعدة بدور عن هذا الباثوجين بعينه وعملية الكالتشورين للزراعة تستغرق أقل إشي 24 ساعة تمام؟ طيب أنا عملت مثلا شاكة باثوجين معين عملت له كالتشورينج وآيزوليشن طيب برضو بدي أعمل له identification عشان ممكن أنا مثلا عملت آيزوليشن لجست جرام بوزيتب طيب أي وحدة فيهم أو بس عملت آيزوليشن للبكتيريا فقط مثلا الألفا هيمولوتك أو البيتا هيمولوتك بكتيريا تمام؟ اللي هم هدول بيكسروا خلايا الدم طيب أي وحدة فيهم فهذه العملية أني أعرف أي وحدة فيهم تسمى identification وكيف ممكن أعمل identification؟ إما ماكروسكوبي بعيني المجردة بشوف مثلا الباترن اللي بتنمو فيها البكتيريا أو عن طريق المايكروسكوبي بشوف كيف شكلها تحت المجهر فأنا بعرف آه هاي بس اللاي هاي دبلوكوكاي هاي كذا أو ممكن أعمل بيوكيميكال تيستينج أني أحط عليها بعض المواد الكيميائية زي الغلوكوز أو اللاكتوز إذا تفاعلت معها أو عمت لها fermentation أو لا أو ممكن أوديها على السيرولوجي عشان مثلا أشوف استجابتها لأنتي بادي معين أو هكذا فهاي بهاي الطرق كلياتها بقدر أعمل identification للإيزوليت الإيزوليت اللي هو الكائن الحي أو العينة اللي أنا كنت ببحث فيه عن كائن حي معين وقدرت أني أعزله عن غيره بحيث أنه ما يختلط أو يتلوث برضو آخر إشي ممكن أعمله للبكتيريا الكالتور هاي أعمل antimicrobial susceptibility testing إيش يعني يعني بجيب مثلا أنا عرفت أنه هاي البكتيريا ممكن تكون gram positive أو gram negative أو streptococcus أو staphylococcus فبروح حط في الكالتور تبعتي أو في الميديا حط antimicrobial agent antibiotic بروح حط antibiotic إذا لقيت إنه صار في عندي فراغ كبير حوالين نقطة الantibiotic هاي اللي حطيتها فمعناته قاعد البكتيريا بتموت تمام يعني هي sensitive لهذا الantibiotic لو أعطيت المريض هاد الantibiotic فرح يتعافى ويتشافى أما إذا كانت الانهيبشن زون الانهيبشن زون لهاي المنطقة اللي بيصير فيها موت للبكتيريا هاي المنطقة الفاضية اللي بنشوفها حوالين الantibiotic لو ما كانت كبيرة أو كانت معدومة فهاي البكتيريا معناته not sensitive لهذا الantibiotic أو بنسميها resistant للantibiotic وبالتالي بعرف أنه أنا مش لازم أعطي هاد المريض هاد الantibiotic تمام تمام باختصار تعالوا نشوف كيف بتصير عملية البكتيريا الكالتيفاشن وأهدافها والبيربس الدفينيشن والبيربس من البكتيريا الكالتيفاشن أول شي أنا بعمل collection of bacteria containing clinical specimen from patients infection site هاي بتصير in vivo تمام يعني أنا يعني infection site هو in vivo لأنه البكتيريا موجودة داخل هاد الpatient في الداخل هي داخل خلايا تمام فبروح هاد الinfection site مثلا urinary tract أو respiratory tract wherever بروح ماخدة clinical specimen ماخدة مثلا الميوكس أو ماخدة الـ urine تمام هاي هي clinical specimen infection site مثلا urinary tract بروح باخد منه urine specimen وهي تساوي clinical specimen أنا شو بعمل أنا باخد جزء من هاي البكتيريا أنا باخد collection of bacteria containing clinical specimen تمام مش كل العينة بجري عليها الفحص تمام بعدين I grow these bacteria in artificial bacterial culture media يعني بحطها في culture في مكان أزرع في هاي البكتيريا وهذا شي بصير in vitro in vitro يعني outside إذن البكتيريا الآن وين موجودة مش موجودة داخل خلايا الإنسان موجودة في culture media فهي vitro يعني outside بعدين بعمل isolation of dispressed البكتيريا هاي البكتيريا أو بكتيريا الكلونيز بعملهم isolation وبعملهم significant يعني إيش يعني أنا مثلا لما بيكون في طبعا تختلف حسب inculating need اللي أنا مستخدمها تمام بس مثلا أنا في عندي أكتر من ألف كولوني أو بكتيريا الكلوني موجودة عندي في هاي الكلتر هاي معناته significant آه أنا لازم أنتبه معناته هاد عنده disease أو مثلا كان عنده أقل من ألف أو أقل من مية فأنا بعتبر إنه هاي النتيجة not significant تمام ما بلقي لها اهتمام بروح بدور على other microorganism اللي سببلي disease تمام فهاي significant إنه كلما زاد number of colony بيكون بتكون يعني الكلتر لهذا الباثوجين مهمة وبتعطيني دليل إنه يس مصاب في هاد المرض and pure بكتيري الكولوني إذا لازم تكون هاي البكتيري الكولوني pure يعني فيها one type of microorganism تمام بعدين ممكن أعمل macroscopic examination of colony characteristics on primary culture media يعني macroscopic إني بشوفها بعين المجرد كيف نمط نموها كيف الشكل كيف غيرت اللون مثلا تبع الميديا أو طلع في رائحة معينة للميديا هاي كلياتها macroscopic characteristics للcolonial تبعتي إيرلي preliminary information regarding bacterial isolated إذن برضو ممكن أجمع أو أشوف بعض المعلومات اللي أستشف ها من هاي المacroscopic characteristics ل culture media فأنا بقدر أجمع information عن هاد البكتيريا isolate برضو ممكن أعمل laboratory confirmatory procedure إنه ممكن أعمل زي ما قلنا حالة identification باستخدم biochemical testing أو serology بحيث إني أضيف بعض بعض المواد اللي تعرفني أو تحكي لإنه يس هاي البكتيريا بعينها وليس سواها تمام هذول بحكي لهم confirmatory procedure إنه بأكدولي التشخيص تبعي أو إنه هاي البكتيريا يس هي اللي نامية تمام بعدين بعمل definitive characterization and identification and antimicrobial susceptibility testing زي اللي ذكرنا فوق وآخر إشي بعمل reporting للكلينشن طلب مني أفحص له هاي العينة إنه أنا لقيت بالعينة 1-2-3 هالنوع المايكرو organism كذا وكذا إذن لازم أعمل report للكلينشن طيب البكتيريا cultivation growth requirements أي إشي بالحياة بدو ينمو بدو يكبر بدو يتكثر فيه requirements في لهم متطلبات وبرضو بدها environmental condition أو incubation condition بدها برضو متطلبات بيئية يعني أنا بكتيريا ما بنمو إلا لو كان في هاد الكالتور عندي 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 مثلا iron عندي منرالز معينين عندي yeast extract مثلا هاي إحدى المتطلبات لبعض أنواع البكتيريا وأنا برضو بكتيريا ما بنمو إلا بدرجة حرارة 35 بدو الرطوبة تكون كذا الضغط كذا إذن هاي بنسميها environmental condition تمام طيب خلنا نتوسع بكل وحدة فيهم المتطلبات الغذائية أول إشي في عنا الووتر أهم إشي وليش نستخدم الووتر تدزول المتيريال تبي ترانس بورتد أكروس دي سايتو بلازميك منبين إذن هي بدها مثلا جلوكوز بدها ايرون بدها منرالز بدها 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 هاي الأشياء وين كلها رح أحطها رح أحطها هيك زي باودر مستحيل لازم تكون dissolved in water تمام بحيث إنه لما تكون dissolved في الووتر وأحط هاي البكتيريا هاي المتيريال will be transported across the cytoplasmic membrane of the بكتيريا تمام إذن الووتر بحتاجها to dissolve material بدها برضو البكتيريا بدها source of carbon وهو الجلوكوز تمام required for the construction of all organic molecules إذن عشان أعمل كل الorganic molecules المحتاج هم البكتيريا it needs carbon source of carbon which is glucose برضو البكتيريا رح تحتاج source of nitrogen obtained either inorganic أو organic source إذن من جيب nitrogen من organic أو inorganic بينما الكاربون أكيد حنجيبه من organic source وهو الجلوكوز برضو بدها source of minerals تمام متطلبة وبدها برضو buffer system عشان تواجه التغيرات في ال-PH ل-nutrients في عنا nutrients زي blood milk yeast extract and beef extract are incorporated into culture media برضو بحط في culture media ممكن نحط blood or milk or yeast extract or beef extract تمام هاي كلياتها nutritional needs باثوجينيك bacterial are classified into حسا تبعا لمتطلبات البكتيريا الغذائية تقسم إلى fastidious و non fastidious إيش يعني fastidious يعني بدها special nutritional requirements غير كل فوق اللي حكناهم من source of carbon nitrogen mineral buffer system water لا بدها أشياء زيادة كمان خاصة فيها فبنسميها fastidious يعني متطلبة ونال fastidious هاي مسكينة العادي الباسيك ولي بيمشي معها زي مين مثال على هاي fastidious بكتيريا هموفلس انفلونزا اللي بتعملي الانفلونزا it only grows in chocolate agar which is very enriched medium لتحت شوي رح نحكي اشهو chocolate agar بس اللي بحكي لي انه هاي الهموفلس انفلونزا بتنمو بس بال chocolate agar وهو enriched medium يعني culture media غني جدا بانواع متعددة من المتطلبات الغذائية تمام وننف steaduous needs are relatively basic and straightforward ما بدها كتير اشياء العادي ما شي معها يعني المعلومة مش اشي واو بس بحكي لي انه بال microbiology lab انا بستخدم different culture media تب عن الاختلاف البكتيريا اللي انا بدي ازرعها واللي قاعد بدور عليها يعني لو كانت عندي هموفلس انفلونزا اكيد مش هتكون عندي زي مثلا any other بكتيريا طيب بس نيجي نحكي عن environmental condition او incubation condition و requirements for environmental incubation condition to support the growth of clinically relevant bacteria include ايش انا بدي يعني بحكي بالعربي ايش هي environmental condition اللي انا بحتاجها عشان انمي هال بكتيريا او ازرع هال بكتيريا اول شي اكيد بدها oxygen and carbon dioxide وطبعا لهذا ال requirments رحقسمهم لتحت رحقسمهم تحت لشي معين تمام برضو من environmental requirements temperature مش كلهم بنمو عن نفس temperature وبرضو pH مش كلهم بحتاجوا وبنمو على نفس pH هاد شي مفروغ منه moisture content of medium and atmosphere يعني بحكي الرطوبة نسبة الرطوبة الموجودة في هاد culture medium والجو والهواء والتهوية يعني مختلفة ايضا من one bacteria to another فهاي اول شي الانفيرومنتل كيف بدي اسميهم يعني النقاط الرئيسية اللي بدي اطلع عليها من حيث الانفيرومنتل فاكتور لما احكي الانفيرومنتل فاكتور باختر عباري oxygen carbon dioxide temperature pH moisture and atmosphere تمام وكل واحدة فيهم لها ما يخصها بالضبط زي environmental or nutritional needs طيب طبعا للأكسجين والكاربون ديوكسايد differences between البكتيريا قسمناهم الى طبعا طبعا الـ oxygen availability يعني اذا فيه اكسجين او ما فيه اكسجين تمام لانه برضو ممكن نقسم حسب الثاني اكسيد الكربون اذا بدها ثاني اكسيد كربون او ما بدها او هكذا فانا according to the availability of oxygen بنقسم البكتيريا الى aerobic either aerobic يعني هاي بدها اوكسجين انا ما بن مو بدون اوكسجين ما بكبر بدون اوكسجين في use اوكسجين as terminal electron transport and it grow well in form in room air اذا ايش يعني terminal electron اكسب terminal electron acceptor بتعرفوا في oxidative phosphoreration وفي عملية انتاج الATB في الخلايا الحية بستخدم الاكسجين غالبا بتسمي الاكسجين terminal electron acceptor المستقبل النهاي للأكسجين اكيد مار عليكم فهاي الايروبك بكتيريا لاذا تستخدم الاكسجين as terminal electron acceptor to produce ATB وبدونه it can't live تمام وهاي البكتيريا الايروبك it grow in room air بهواء الغرفة العادي برضو برضو في عيننا الدفجين الثاني اللي هي facultative anaerob يعني هاي مستقبل يعني facultative anaerob يعني able to grow in presence or absence of oxygen يعني مش فارقة معها جبتلي الاكسجين باكبر في ما كان في اكسجين برضو بقدر اني اكبر واتكاثر مش فارقة عندها تمام ممكن تكون aerobic وممكن تكون anaerobic تبعا الاختلاف الظروف الجوية حولها اما التقسيم الثالثة فهي strictly or obligate anaerob تمام يعني هاي مستحيل تنمو بدون الاكسجين unable to use sorry strictly anaerob يعني unable to use oxygen it cannot grow in the presence of oxygen تمام ف unable to use oxygen as an electron acceptor ما بتنمو بوجود الاكسجين ابدا بتموت وبرضو التقسيم الرابعة micro aerophilic او micro aerobic يعني aerobic بكثيرة require only low level of oxygen ما اسمها micro aerobic micro يعني little amount و aerobic يعني consume or needs O2 ف micro aerobic يعني it require only little amount low level of oxygen to grow مثال عليها نوع من البكتيريا اسمه campylo pactor تمام note هنا O2 is toxic to obligate anaerobic bacteria ما احنا قلنا obligate or restrict anaerobic يعني it doesn't use oxygen it cannot grow in the presence of oxygen so the oxygen is toxic for it طيب الاكسجين نحكي شوية معلومات عن الاكسجين شوية معلومات عن carbon dioxide some bacteria زي عدوا على ايدكم pseudomonas members of neisseria family lebrusilla bordetella francisella species إذن brusilla bordetella francisella neisseria and pseudomonas species يعتبر strictly aerobic strictly what aerobic so they use oxygen as terminal electron acceptor and cannot grow in absence of oxygen other aerobic bacteria require only low level of oxygen وقبل شوي حكينا عن هاللي هي الكامبيلوب باكتر بنسميهم micro aerofilic or micro aerobic مثل عليها الكامبيلوب باكتر الكاربون دايوكسايد نحكي شوية معلومات عن الكاربون دايوكسايد بحكي كابنوفيليك اورغنيزم شو يعني كابنوفيليك اورغنيزم يعني organisms grow best with higher CO2 concentration than provided in air روم تمام يعني بحتاجوا تركيز أعلى من الكاربون دايوكسايد من الموجود في الريجولر روم air عشان ينمو ويتكاثر بنسميهم كابنوفيليك يعني بدهم تركيز عالي من الكاربون دايوكسايد قدش تركيز اللي بحتاجوه خمسة لعشرة بالمية of CO2 بينما اللي موجود في النورمل أو الريجولر روم air هو أربعة بالمية بالمية فاهمين كيف قدش قليل هاي النسبة فالكابنوفيليك اورغنيزم they need from 5 to 10 percent of كاربون دايوكسايد in order to grow تمام for some بكتيريا خمسة لعشرة بالمية of كاربون دايوكسايد concentration is essential for successful initial cultivation from clinical specimen زي الكامبيلوباكتر إذن إيش أول إش عرفنا عن الكامبيلوباكتر أو في صار عندنا معلومتين عن الكامبيلوباكتر أول واحدة إنها تعتبر مايكرو ايروبك أو مايكرو ايروفيليك يعني تحتاج low level of oxygen to grow وثاني الشغلة إنها تعتبر كابنوفيليك بتحتاج 5-10% of CO2 for successful initial cultivation from clinical specimen تمام تمام إذن أول شي حكينا عنه بال environmental condition الأكسجن وكاربون ديوكسايد وحكينا عن كل واحدة في يوم هلا نحكي عن temperature وال pH temperature most medically important bacterial pathogen generally multiply best temperature similar to those of internal human host tissue and organs which is 37 siliceus طيب يعني أنا قاعدة ببحث عن بكتيريا أصلا بدي أزرع بكتيريا عدد إنسان سببت إنفكشن في إنسان يعني أكيد رح تكون best environment أو best temperature لها هي درجة حرارة للإنسان الطبيعية وهي 37 تمام إذن أنا بستخدم حاضنات وبضبط درجة الحرارة فيها من 35 إلى 37 سيليسيوس عشان أزرع فيها البكتيريا إنكوبation at certain temperature can be used as an enrichment procedure for enhanced recovery of certain organism شو يعني بحكيلي يعني بحكيلي أنا ممكن أني أستخدم هاي الانكوباتر على درجة حرارة معينة عشان أحفز النمو تبع نوع معين من البكتيريا يعني مثلا ممكن هاي البكتيريا يس بتنمو على درجة حرارة جسم الإنسان وبتعدي وبتسبب له أمراض ولكن أنا لو رفعت درجة الحرارة بزيادة أكتر أو خفضت درجة الحرارة بزيادة ممكن أنها تنمو بشكل أفضل تمام مثال عليها كامبيلوباكتر جيجوني grows at 42 سيليسيوس whereas many other pathogens and non pathogens cannot تمام إذن يعني هاي صورنا إذن في عنا كلمة كامبيلوباكتر صار عليها أكتر من معلومة ثلاث معلومات أول معلومة كامبيلوباكتر يعتبر مايكرو ايروبك أو مايكرو ايروفيلك وبرضو يعتبر كابنوفيلك they need CO2 concentration of 5 to 10 percent وبرضو في نوع معين من الكامبيلوباكتر ألا وهو الكامبيلوباكتر جيجوني grows at 42 سيليسيوس تمام فأنا بضبط الإنكيباتر على درجة الحرارة هاي to enhance اتسي growth cold enrichment for Listeria monocytogenes and Yarsinia Yarsinia Enterocolitica at 0 سيليسيوس which cause food poisoning because it grows in fridges however they grows best at temperature between 20 and 40 سيليسيوس ايش يانا هاي المعلومة بحكيلي بس انه في عندي نوعين من البكتيريا واحدة اسمها Listeria monocytogenes والتاني اسمها Yarsinia Enterocolitica هدول ممكن انهم ينمو على درجة حرارة 0 سيليسيوس تمام ف ايش يعني لانهم قادرين انهم ينمو على درجة الحرارة هاي ممكن يسببولي food poisoning العفن اللي بشوفه على الطعام لما يكون داخل الثلاجة ممكن تفتحوا الثلاجة وتلاقوا مثلا بندورة او خيار معفن او قديم او خربان او ممكن جبنة مثلا فمن المسؤول عن تسبب بهذا الامر Listeria monocytogenes واليارسينا انتيرو كوليتيكا تمام هما بيقدر ينمو على zero silice بس هما بس هما they grow best the optimal temperature الهم من 20 ل40 silice تمام اما بالنسبة للبيئة بكتيريكا بكتيريكا بكتيريا سبعة ونص سبعة ونص طيب بكتيريكا بتعمل 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 عمليات ميديا يعني بصير السوليوت اللي ذوبتها في هاي المي حتصير relatively higher بالنسبة مقارنة بالماء وهو شيء غير جيد للبكتيريا ممكن انه يضرها تمام حس احنا الموستر لازم نجيسها تمام we measure the moisture to ensure that appropriate moisture levels are maintained throughout the incubation period include كيف ممكن اعمل هاي الشغلك how can I measure or can I ensure that appropriate moisture level is available للبكتيريا first of all sealing agar plates on trap sorry to trap moisture يعني بسكر agar plates او petri dishes هدول بسكرهم من فوق عشان احافظ على نسبة رطوبة معينة مش اقل ولا اكتر فانا زي بعمل sealing للاغار بسكره وبعزله عن البيئة الخارجية وبرضه ممكن اعمل استخدم humidified incubator تمام humidity اللي هي الرطوبة humidified incubator يعني تكون حاضنات فيها رطوبة ونسبة رطوبة معينة تمام اذا بهاي الطرق عن طريق اني اعمل ثقف او طغطي للاغار plates اللي هم نفسهم البتري dishes باستخدام هاي الطريقة I trap الموستر بنسبة معينة ممكن اني استخدم humidified incubator لحاضنات الرطوبة بحيث انها تحافظ لي على نسبة ثابتة ومعينة انا بدي اياها من الرطوبة هاي important note and very important note الانكيباتر التقليديين اللي بنعمل فيهم incubation can be used to control البي اتش والtemperature only ما بقدر اعمل فيها control ل الموستر او الهيوميديتي تمام تمام culture media او growth media استعاد نبلش بموضوع جديد يعني نحكي عن culture media او growth media وهو الوسط الذي نزرع به البكتيريا is a liquid or gel اذا ممكن يكون liquid ممكن يكون gel designed to support the growth of bacteria اذا لاحظوا كلمة designed لانه كل media بختلف عن الثاني وممكن احط فيه متطلبات ونيوترشن معينين مختلفين عن ميديا اخر يعني هو designed لنوع معين من البكتيريا تمام طيب الكلتشور media physical status اذا احنا حكينا بالتعريف فوق انه ممكن يكون liquid وممكن يكون gel فنستنتج مما سبق انه من حيث الحال الفيزيائي الكلتشور ميديا ممكن تكون liquid وممكن تكون solid وممكن تكون semi solid الliquid بنحكي له broth broth تمام media contains no agar ما في agar وحسا بنحكي شوي عن agar اما solid اللي هو agar contains 1.5% of agar تمام وهو biophysic medium contains liquid and solid parts اذا يعني solid فيه liquid و solid parts هاد ال agar تمام مثال عليه البروسيلا castaneda medium بروسيلا castaneda medium تمام اذا هاد اسم medium بروسيلا castaneda هو اسم medium يتبع الى solid agar اللي هو biophysic medium يعتبر فيه liquid و solid parts تمام وال semi solid contains only 0.5% of agar ومثال عليه المotility medium used to test the motility of هون مش medium organism او البكتيريا عشان اشوف اذا هاي البكتيريا بتتحرك او ما بتتحرك بستخدم semi solid medium او بسمي المotility medium تمام هسا رح نحكي شوي بالتفصيل عن كل واحد تمام البروس ميديا اللي هو قلنا عنه liquid nutrients are dissolved in water liquid تمام used for what used for growth of pure patch culture ايش يعني pure patch culture البatch culture هي يعني ميديا بيكون بيكون فيها limited amount of nutrients يعني مش انه enriched مثلا لا تعتبر enriched بتكون عادي وعشان ازرع فيها pure culture انه نوع معين من البكتيريا تمام مش غير غيرها مثال مثال عليها او مثال على breath media for growth of pure patch culture nutrient breath اسمه nutrient breath وبرضه ممكن يكون في عندي هذو nutrient breath اللي هو عادي اللي فيه patch culture يعني limited amount of nutrients النوع التاني من الbroth media اللي هو enrichment breath لاحظوا عكس اللي فوق اللي هو nutrient breath اللي هو العادي او basic enrichment breath بيكون فيه مغذيات ومواد اكتر تمام مثال عليه alkaline peptotin water تمام alkaline peptotin water اللي مين بستخدمه لل vibrio cholera culturing تمام تمام اذا انا عندي من الbroth media او liquid media two types عندي nutrient breath اللي هو بيكون limited amount of nutrients وبستخدمه for growth of pure batch culture وفي عندي enrichment breath الغني اللي مليء بالمواد الغذائية ومثال عليه alkaline peptone water بستخدمه تحديدا لزراعة الفيبريو cholera growth is indicated by changing in appearance from clear to turbid or cloudy appearance تمام يعني انا كيف بعرف انه صار في عندي نمو لهاي البكتيريا او ما صار في عندي نمو لهاي البكتيريا بالbroth media اذا صار في عندي نمو للبكتيريا وصار في عندي growth لازم اشوف هاد اللي appearance تمام او turbid appearance بينما لو كان clear انا بعرف انه ما نمت عندي البكتيريا the more bacteria growth the greater the broth turbidity كل ما زاد نمو البكتيريا كل ما كانت العكورة زيادة اكثر at least 106 بكتيريا pair mil of broth are needed for turbidity to be detected with unaided human eye ايش يعني بحكيلي يعني بحكيلي عشان اشوف هاي التربidity بعيني المجردة which indicates growth of بكتيريا لازم يكون عندي بكل one mil of the broth 106 بكتيريا تمام هاي الجملة معناها نيجي الان على solid media made by adding solidifying agent to nutrients and water اذا انا ايش اللي بفرقة عن البروث انه انا بضيف solidifying agent ايش هاد solidifying agent اللي هو الاغاروز او الاغار طب ما هو الاغار الاغار هو polysaccharide extracted from seaweed اذا هو polysaccharide يعني carbohydrate من وان بجيبه بجيبه من seaweed اعشاب البحر طيب خلينا نقرأ شوية معلومات كل النقاط هدول تابعين للاغاروز او الاغار most commonly used solidifying agent اذا هو اكتر solidifying agent بستخدمه لتحضير solid media non-nutritive value يعني انا لما بحط الاغار هو بس عشان يعملي solidifying ما بضيف لي مثلا انواع خاصة من المغذيات او minerals او whatever لا هو بس عشان يخليه للقوام صلب للphysical status ما في nutritive value اوكي not affected by growth of bacteria يعني نمت البكتيريا ما نمت ما بتغير فيه يعني هو بضل صلب ما بصير عليه اشي طب هاي بعض المعلومات الحلوة عنه بحكيلي بذوب it melts على درجة حرارة اكتر او تساوي 95 سيليسيوس يعني بصير بالحالة السائلة لما احكي انه melt ذاب يعني صار بالحالة السائلة but it resolvifies at less than 50 سيليسيوس تمام like جيلا اذا بحكيلي انا بقدر اني اذوب الاغار هاد على درجة حرارة 95 واطلع بصير زي السائل بعدين بصير برجع صلب وبصير زي جيلي على درجة حرارة اقل من 50 اذا لازم ينزل ينزل تنزل درجة حرارته لأقل من 50 عشان يرجع لحالته الصلبة تمام ايش هاد الشي يتيح لي إذن انا لما بدي احضر السولد ميديا عشان اعمل كلتر لازم الاغار وكل النيوترينت اللي احضرهم يكونوا كلين وستيريلايز اذا كونه بقدر اني اعمله ميلتنج على درجات حرارة عالية هاد الشي يتيح لي اني اسخن 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 على هاي تمبرتر عشان اعمله ستيريلايزاشن وتعقيم وتنظيف تمام بعدين بعمله كولينج لخمس وخمسين لستين سيليسيس احنا قلنا انه بصير صلب على درجة حرارة اقل من خمسين بس انا بروح منزل لدرجة حرارته لخمس وخمسين لستين عشان شو عشان بهاي درجة الحرارة بقدر اني اوزعه في البيتري ديشز تمام اذا برزل درجة حرارته لخمسين لستين او خمس وخمسين عشان اعمله دستريبيوشن في البيتري ديشز and تيوبز بعدين بعمل فارذر كولينج فورمينج ستيبل سوليد جيل وهو الاغار تمام 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 هلأ الاغار ممكن احطه او اشوفه بثري فورمز ممكن اشوفه في بليت او بيتري ديشز ممكن اشوفه في سلانت ممكن اشوفه از اغار ديب تمام ايش الفرق بين كل واحدة الاغار بليت يعني بتري ديشز بحطه فيها البيتري ديش هذا البيتري ديش شايفينه هاد صحن زي الصحن بحط الاغار فيه فبصير اغار بليت بروفايد لارج سيرفس اريا فور كولتشورينج اذا بعطينا مساحة سطح واسعة لنمو البكتيريا incubated in inverted position اغار compartments upward and dish cover downward ايش يعني يعني بحكيلي انا لما اجي اخزن الاغار بليت هدول كيف بخزنهم مش زي هيك شايفين هاد اطلعوا على هاي الصورة مش زي هيك وبحط الغطاي وبغلقه لا بحكي لما باجي اخزنه بقلب العلبة بقلب العلبة هاي طبعا بحط الغطا وبقلب العلبة بحيث الاغار يكون فوق upward والغطا يكون downward تمام في عندي كمان الفورم التاني الاغار slant or الاغار buff example عليه triple sugar iron تمام كيف يعني هسا الاغار slant يقسم الى اغار buff او slant اللي هو العادي تمام البوف انه بيوفر لي anaerobic environment تمام لما بحط الاغار بحطه بطريقة انه تحت يوفر لي anaerobic environment مش معرضة للأكسجين ابدا اما الاسلانت بوفر لي aerobic environment تمام يعني بيكون كل الاغار معرض ل outside environment تمام كيف بعمل الاغار slant هاي شايفينه بهاي الصورة كيف بيكون هيك مايل كيف بعمل الاغار slant وانا قاعدة بصب بالاغار الذائب بكون ميلة لتيوب تبعي وبتركه يتجمد وهو بهاي الطريقة وفي عنده ميلة تمام فبس اعرفوا ان الاغار slant could be buff could be slant البuff ال anaerobic environment والslant للاerobic environment تمام في عنده الاغار deep used for storage they small surface area هاي الاغار deep شايفين كيف يعني مش زي البتري dish very large surface area ومش زي slant اللي بتكون مائلة برضو بكون في larger amount of area لأ انا عندي هون بيكون بشكل مستقيم فبكون في عندي very small surface area بستخدم ها لل storage and study of bacteria of requirements تمام بهاي الصورة بنشوف ان هون لبروث تيوب كيف بكون سائل وبهاي الصور ببين أوضح هاي بروث هاي بروث هاي slant وهاي deep تمام شايفين واضحين كتير بالصورة وهاي بتري dishes هون واضحين الكل الكل ميدي اقار بليتز الاغار بليتز ممكن يكون نيوتريان اقار اللي هو الباسيك العادي ممكن يكون انرجد اقار زي البلود اقار والشوكولت اقار اللي كمان شوي رح نناقش هم تمام النيوتريان اقار هاي بيكون لونه زي هيك شايفين على أصفر أخضر اشي زي هي اما البلود عملية زراعة البكتيريا او كيف ممكن اعمل كوليكتينج للسامبل عن طريق الهوك او هاي العصاية فيها هاد لوب وهاي هوك تمام هاد الجزء اسمه هوك وهاد الجزء اسمه لوب اول شي نحكي عن لكوليكتينج سامبل لما بدأ اعمل كوليكتينج للسامبل اي كان بوينت ده هوك داون يعني راسه لتحت شايفين هيك ميلانو لتحت زي بهاي الطريقة الراس لفوق تمام زي بهاي الطريقة اما بيكون داون واذا بدي اكتر 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 طيب حسا الليكويد سامبل اي كوليكتت واذا لوب تمام هذا الجزء الدائري المفرغ للليكويد سامبل اما بالنسبة لالسوليد سامبل اي كوليكتت واذا هوك لانه هيك زيك انه بيطلع الاشياء فيه يعني بيشيلها يعني هيك طيب بعدين هسا في عندي خيارين ياما السامبل بروح حاطيتها بليكويد ميديم او بروث ميديم ياما بروح حاطيتها في سوليد ميديم تمام هسا لما بدي احطها في ليكويد ميديم عادي ممسك هال النيدل هاي اللي عندي وبيحطها في الليكويد ميديم بشكل عامودي اما لو كان في عندي بدي ازرعها بسوليد ميديم واندي بوزة ميديم 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 تحديدا الهوك لازم يكون فايس أب تمام اذا هون بدي احطها بهذا الميديم هون بدي احطها بهذا الميديم لازم الهوك يكون لبرة فايس أب وار تمام اما انه يكون داون وار هاد الشي غلط when used as an inculating needle بتعرفوا ال inculating needle اخدوها من زمان نفس هاد الشكل تقريبا بس بدون الهوك when used as an inculating needle hook points down into the medium and stab solid medium with the needle اذا لما بدي استخدمها از inculating needle بحكي لي الراس تبع هاد الهوك لازم يفاس down into the medium تمام ولو كان في عندي solid بروح زي كأني عاملة طاعن هاد solid medium في الهوك تبعي تمام طيب الآن نتكلم عن preparation of culture media كيف بدنا نحضر ال culture media قلنا انه احنا في عندنا انواع مختلفة من culture media في عندنا من ناحية physical في liquid solid semi solid حكينا ايش solidifying factor الاغار ايش خصائصه من وين بن جيبه حكينا كتير معلومات حلبة ولطيفة وخفيفة هسا انا وبرضو حكينا عن فكرة مهمة هي differences between environmental and nutrition requirements لكل بكتيريا تمام طيب الآن خلينا نحضر احنا culture media بدنا نعمل preparation لculture media اول شي خلينا نشوف general things i have to but in my culture media breath and agar media are prepared by reconstituting or dissolving اذن reconstituting نفسها dissolving specific amount of powder in water this water could be distilled or deionized تمام اذن انا سواء بدي اعمل breath media or agar حكينا breath يعني liquid و agar يعني solid لازم اذوب powder فيها يعني مواد مختلفة في water this water could be distilled or deionized تمام ايش الفرق عاد بيصفي بينهم بين بنسبة المياه واذا بنضيف solidifying agent or not اوكي بعدين ايش بنعمل boiling is often required to dissolve the powder not sterilization اذا انا بحكيلي انت حطيت البودر وفوق هال distilled water for example بحكيلي لازم انك تغلي هاي الماء مع البودر عشان هاي البودر to dissolve يعني ما بتذوب الا اذا عملت boiling لا this powder with water وال boiling ما بنستخدم وال sterilization no it's just for dissolving of the powder بعدين most media require sterilization طب ما شي انت قلتلي انه بنغلي وهيك عشان to dissolve not sterilization بس بشير انه مش بحاجة لل sterilization لازم كل شي يكون steril ونضيف ومعقم لأقصى سرعة او لأقصى درجة عفوا how this could be done or خلينا نبلش بwhy بعدين how why most media require sterilization to allow only growth of bacteria from patient specimen and prevent the growth of contaminants from water or powder media يعني انا لما بدي ازرع clinical specimen او patient specimen في هالم ميديا اللي انا حضرته بدي اتأكد انه البكتير اللي طلعت عندي هي تبعت clinical specimen مش جاي من contaminated water او contaminated powder فلازم لما اعمل واخلط الووتر والpowder اروح عاملهم sterilization وتعقيم عشان اتأكد انهم منضافوا خالين من البكتير مية بالمية وكيف هاي العملية بتصير عن طريق الاوتو كلاف تمام هسا احنا هاي الجنرال بمسك هالبودر وبحطها بالمي بغليهم عشان يذوب البودر وبعدان بعملهم sterilization طيب بسا في عندي additives other sterile supplements as sheep blood or specific vitamins nutrients or antibiotic should be added لازم كونو sterile تمام مات بضيفهم when molten agar has cooled just before distribution to plates تمام sterile supplements because before we add it we put the agar in autoclave إذن before I bought these additives I bought the agar اللي حضرته من البودر والووتر بالautoclave عشان يعمله sterilization so supplement must be sterilized مات بحط السبليمنت مش أنا غليت الاغار تمام غليته وعملت له sterilization بس يبرد يعني أقل من 95 درجة مئوية وقبل ما يجمد في ال bitter dishes بيكون يعني لسه هيك بين بين يعني قرب يصير صلب بس مش صلب 100% ومش سائل 100% بهاي الحال بال مولتن أقار الزائب بعد ما يبرد بشوي وقبل ما أوزع في ال bitter dishes بضيف عليه من sheep blood و specific vitamins و لازم يكون هدول الأشياء اللي بضيف هم sterile لأنه أنا أصلا بعمل sterilization للأقار قبل ما أحطه في bitter dishes وبكون متأكدة أنه نضيف معقم فتروح أطل عليه additives contaminated تتخرب لكل شغلي طبعا لازم يكون برضو sterile بحكي لأنه في عندي delicate media components that cannot withstand steam sterilization by autoclaving زي السيرم مثلا السيرم ما بيتحمل sterilization عن طريق autoclave تمام فهي تعتبر delicate media يعني إشي كتير رقيق وضعيف ما بتحمل steam sterilization by autoclaving أنتو عارفين أنه كيف بنعمل هاي الشغلة وكيف بحط الميديا في autoclave على درجة حرارة 121 وعلى 15 IPS I guess و 4-15 minutes صح فمثال على media that cannot withstand this autoclaving method هو السيرم طب بحكي طب يعني ماشي طب ملازم تكون steril يعني كيف ما بدك تحط لابة autoclaving لقي طريقة ثانية بقول أوكي certain carbohydrate solutions certain antibiotics and other heat libyl substances يعني ما بتحملوا الحرارة can be sterilized by filtration membrane أيوها يلقى للطريقة ما بتحمل autoclaving روح الطليا بالfiltration membrane تمام كيف هالعمالية بتصير passage of solutions throw membrane filters with pores القطر تبعهم 2 بال10 ل45 بالمية in diameter تمام micrometer in diameter micrometer بوحد القياس micrometer تمام ف عشان إذا المادة ما بقدر عملها autoclaving بروح حاط filtration membrane وبمرر هاي السلوشنز فيها filtration membrane وهذا الشي effective in removing most bacteria والfungal contaminants but not viruses للأسف مش مفيد في حالة viruses لأنه viruses قطرها أصغر من 2 بال10 إلى 45 بالمية micrometer in diameter فيعني ما بقدر أخلص من هاي المشكلة بس إشي أحسن من ولا إشي تمام تمام هسه عملنا general ومنها sterilization بعدين حطينا additives في molten agar after it cools just before distribution to plates ولازم يكونوا sterile يا أما بالautoclaving وإذا ما كانوا بقدروا بحطهم بعملهم sterilization بالfiltration membrane بنطقل الخطوة التالية وهي tube medium إذا كنت بدأ حط medium في tube مش plate طيب كيف بحضر tube medium I weigh dehydrated media يعني بوزن الباودر تمام بعدين I dissolve it in distilled H2O 1 liter volume بمسك 1 liter of distilled water وبحط في هاي الباودر اللي وزنتها بعدين بظبط البي H للميديا على السبعة تمام بعدين I boil the media I boil it then distribute it in individual test tube حكينا I have to boil it to dissolve the powder وبعدين بحط هاي بالtest tube طيب بعد هيك بعد ما حطيناهم لازم عمل sterilization صحيح صحيح sterilize for 15 minutes using autoclave on pressure or pressure cooker إذن ياما بستخدم autoclave لا sterilization أو pressure cooker at 1 to 1 silice under 15 IPS تمام بعدين I cool the mixture to 50 silice وقلنا عندها عند 50 silice بصير الميديا زي جيلي صح and pour into individual tubes طيب حس بحكيلي for slant agar تعرفين slant agar هاد اللي بنعمله بالmail شايفين في منه نوعين buff و slant البوف لل anaerobic والslant لل aerobic طيب بحكيلي for slant agar please tubes in slant position until cool يعني لو كنت بدي احضر slant agar بميل tube بشكل slant يعني بشكل مائل لحد ما يبرد الميكس تمام اما for breath media or deep agar اللي بكونوا بشكل مستقيم place tubes in upright position until cool upright يعني بشكل معتدل ومستقيم تمام تمام طيب هلا اولا بدي اعمل agar plate medium نفس الخطوات weigh dehydrated media بوز in powder dissolve in distilled H2O in 1 liter volume بعدين اجست به عال 7 boil media لذن distribute it in bottles or large flasks covered with plastic screw caps or aluminium foil respectively ايوه اذا انا فوق كنت اروح حطيتهم في individual tubes تمام وهين هون distribute individual test tube بعدين بعملهم sterilization بعدين بحطهم في individual individual test tube تمام تمام اذا اول مرة بحطهم individual test tube اول ما احضر dissolved powder في water بعدين بروح بعملهم sterilization وبحطهم في individual tubes ثانيين عشان احضر slant بميلو اذا breath او d بحط a bright position اما بالنسبة اللي بدي اعمل plate medium بغلي بعدين ما بحط individual tubes لا بحط pottles او large flasks زي هيك هاي الفلاسك تمام وبغطيها ب plastic screw caps بغطيها بغطيها بلاستيك او aluminium foil respectively اول 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 i cover it with plastic screw cap يعني بحط plastic screw cap بعدين بحط aluminium foil respective يعني بحط هاد ورق الالمنيوم تعرفو هاد ورق الالمنيوم بنحط فيه بنغط فيه الاكل وزي هيك عشان ندخل على الفرن نفس الشي بنغطيهم لازم نغطيهم فيه طيب بعدين لازم نعمل sterilization sterilize for 15 minutes using autoclave or pressure cooker at 1 to 1 celsius under 15 ips بعدين cool to 50 celsius and pour malting agar into individual bit 3 dishes تمام بس اطلع من autoclave or pressure cooker ببردهم لحد درجة 50 celsius وبحطهم في bit 3 dishes احناك فوق tube medium كنت احطهم في individual tubes تمام هون بعطينا بس بعض التعليمات assemble all chemical in work area before you begin يعني بحكي لنحضر كل الاشياء والمواد الكيمية اللي تستخدم قبل ما تبلش بعدين accurately weigh each of the dry ingredient in your culture media لنحضر لازم توزنهم بطريقة accurate و يعني بتتأكد انه ما في زيادة ولا نقصر عشان ما تخرب عندي الوصفة بعدين add each dry culture medium ingredient to the culture flask بحط بحط dry gradient بدي استخدم ه في culture flask تبعتي بعدين add distilled or deionized water to make the correct volume و volume قداش 1 liter حكينا صح؟ بعدين heat and stir until all of the ingredients go into solution stir يعني بدك تسخن نعمل boiling بتسخن وبتضل تحرك هاي powder في dissolved water لحد ما all of the ingredients dissolve in the solution بدنا بحكيلي agar will burn if not stirred يعني إذا ما ضليت تحرك الأغار رح ينحرق تمام when the media boils it's ready for sterilization إذا المedia boils حطيته في large flask أو في البوتل تبعتي غطيته في plastic screw cap وبعدين بالaluminium foil حس بدي أعمله sterilization إذا بحط sterilization إني بمسك هدول large flask وحطهم في pressure cooker أو في autoclave بدنا بحكي sterilize for 15 minutes using the weight cycle أو autoclave or at maximum pressure بالpressure cooker remember to cover the top of the flask or jar with aluminium foil to prevent why to prevent contamination when the media cools تمام نشان أمنع contamination طيب أعملت sterilization أي الخطوة اللي بعدها line your sterile bitter dishes along the edge of the table when I put on hot media to small sterile container يعني لازم يكون bitter dishes برضو sterile كل شي لازم يكون sterile تمام ببلش أصب في هذا الخليط تبعي شوي شوي بحط 15-20 ml of culture media into each bitter plate the bitter plate should be open slightly اللي هو الغطة تبع البتري بليد بحكيلي ما تخلي البتري ديش مفتوح على الآخر لازم يكون مسكر ويعني خلي جزء بسيط منه بس مكشوف تمام بتنط completely open as this increase the contamination أنا ما بدي contamination بحاول أمنع contamination بكل الطرق هون بحكيلي معلومة remember when using pressure cooker ما احنا قلنو بنعمل sterilization اما في pressure cooker او في autoclave او اسمها التاني wet cycle تمام بحكيلي when using a pressure cooker don't fill don't overfill the cooker يعني ما تعبيها كليات ها في water تمام تمام general categories of media او في عنا four general categories of media according to their function and use تمام اذا انا بقسم culture media تبعا لل function وال use الى four categories يا ما supportive enrichment selective or differentiated تمام نبلش فيهم واحد واحد support media it contains the basic nutrient needs water source of carbon glucoz source of nitrogen could be organic organic والبفر وال ايش كمان حكينا يكون في عندي BH ثابتة وهكذا اذا supportive اللي هو في basic nutrient needs contain nutrients that support اذا نشوف لاش سمنا support لان contain nutrients that support the growth of most non fastedious organism انو fastedious المتطلبين بدهم اشياء خاصة بدهم اشياء مميزة فيهم اما growth of most non fastedious organisms بستخدم لهم supportive culture media without giving any particular organism growth advantage تمام مثال عليهم nutrient agar من nutrient breath وحكينا عن هاد الشيء من قبل صح ذكرناهما دول اتنين النوع التاني من culture media enrichment culture media من اسمه enrichment rich يعني غني تمام فهد بكون في nutrients واشياء مميزة وبيكون غني بالمغذيات و بال additives تمام like blood serum ايش في معلومة حكينا عن serum يلا يلا تذكروا حكينا ان serum delicate substance ما بنقدر انه نعمل ها autoclaving تمام صح or egg yeast extract كل كل هاي additives بتأديلي grow most bacteria example على enrichment culture media blood agar chocolate agar ولتحت رح نحكي ايش الفرق بينهم طيب بحكيلي انه هاي enrichment media اللي فيهم كل هاي additives ممكن يكون blood ممكن يكون serum ممكن يكون egg ممكن yeast extract some contain specific nutrients يعني اشياء خاصة لسه اكتر من هيك grow why grow particular bacterial pathogen that may be present alone or with other bacterial species in patient specimen انه عشان ليش بحط هاي specific nutrients عشان اعمل growth particular bacterial pathogen ممكن يكون موجود واحده في هال clinical specimen تبع الباشن او ممكن يكون موجود مع اذر بكتيريا بس انا ما بهموني الاذر انا بهمني this particular bacterial pathogen تمام فبحط specific nutrients to grow this particular bacterial pathogen مثال على ذلك buffered charcoal yeast extract buffered charcoal yeast extract ولتحت رح نحكي قصة الاسم اسمه كتير واضح agar هاد الاغار provides L-cysteine iron and other nutrients required for the growth of legionella neumophila تمام اذا كل هاي يعني هاد الاغار فيه specific nutrients to grow particular bacteria اللي هي legionella neumophila ويش هم هدول specific nutrients ال-cysteine iron و other nutrients اذا هاد البفر charcoal yeast extract هو enrichment culture media فيه specific nutrients عشان تكشف عن وجود نوع خاص من البكتيريا الى وهي ليوجينella neumophila طيب خلينا نحكي شوية معلومات عن ليوجينella neumophila it's a gram negative bacteria causative agent of leuginaris بتعمل المرض leuginaris او leuginaris او leuginaris او 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 هاي ليوجينella neumophila it's a type of atypical neumonia اذن هي بتسبب لي neumonia بست atypical neumonia تمام it's discovered in 1976 and it's result in out breaks of disease وانا بلاقيه في الcontaminated food and water سببت لي out breaks في 1997 وهي البكتيريا المسببة leuginaris وهي type of atypical neumonia تمام ان احنا بنعرف انه streptococcus neumonia هي اللي بتعملي typical neumonia typical neumonia لانها هي يعني اغلب حالات neumonia بتكون caused by streptococcus neumonia صح اما l-atypical neumonia هي neumonia الناتجة عن اي microorganism مع عدل streptococcus neumonia مثال على ذلك البكتيريا صاحبتنا leuginaria neumophila من اسمها neumophila بتعمل neumonia تمام طيب enrichment growth growth يعني liquid enrichment growth used to enhance the growth of particular bacterial pathogen from mixture of organism اذن احنا حكينا امثلة على اغار تمام enrichment اغار زي البلود اغار والشوكلة اغار والبفر charcolyse extract اغار طب انا في عندي برضو enrichment broth يعني liquid لشو بستخدمه growth of particular bacterial pathogen from mixture of organism تمام تمام selenite F broth for stool specimen بستخدموا للفحص عن salmonella shigella species وبرضو النوع الثاني حكيناها برضو فوق alkaline peptone water بستخدموا للفحص عن vibrio cholera متذكرين وين حكينا لما حكينا عن هون breath media انه في عندي النوع العادي basic limited amount of nutrients زي nutrient breath في عندي enrichment breath مثال alkaline peptone water للfebrio cholera ضيفوا عليه هسا اللي هو selenite F broth اللي بستخدموا الفحص stool specimen للكشف عن موجود السالمونيلا والشي gala species طيب what is the difference between the blood and chocolate agar البلد والشوكلة agar هم يعتبروا enrichment culture media صح بحكي للشوكلة agar هو blood agar نفسه blood agar بس ايش i put it in the oven at 78 siliceus and this cause rbc's hemolysis so the chocolate agar forms اذا البلد agar فعلا فعلا بلاقي blood يعني بكون غالبا شي بblood تمام ف بدخل هاد البلد على الفرن على درجة حرر 78 هاد شي بيسبب خلايا دم الحمراء انها تنفجر تمام وتطلع محتوياتها لبرة فبيتكون عندي chocolate agar والشوكلة agar more rich than blood agar ليش انو حكينا charcoal charcoal يعني black والcoal بيشبه الفحم صح فحم يعني فحم ف هو بيكون لونه اسود زي الفحم واسمه buffered charcoal yeast extract buffered يعني بلاقي فيه buffer system to face the changes in ph وcharcoal يعني coal يعني black يعني فحم كل لونه اسود زي الفحم وyeast extract يعني enrichment حكينا لما بدي اعمل additive ممكن احط yeast extract يعطي من additive اللي بحطها على culture media to be enriched تمام ف البفر charcoal yeast extract اقار اللي بستخدمه لزراعة والgrowth of legionale لني مفيلة هاد شكله وهاد اسمه ووضحنا معنا اسمه انو بفر يعني فيه buffer system charcoal يعني black yeast extract for enrichment هاي صورتان لل bitter dishes ولاحظوا كيف بهاي الصورة اللون الاحمر مبين الاغار بيكون لفوق والغطى بيكون من تحت هاي هيك بنعمله saving طيب نيجي على اخر شغلتين واخر نوعين من الميد اللي هو selective حكينا عن supportive اللي هو regular الbasic اللي بستخدمه the growth of non fasteduous organism enrichment اللي بدهم متطلبات معينة وحكينا امثلة عليهم وحكينا ممكن يكون اقار وممكن يكون breath والبروث فيه له اسمين selenite of breath alkaline peptone water وحكينا كل واحد اللي بستخدمه لزراعة والكشف عن ماذا نيجي نحكي عن selective culture media contain one or more agents that inhibit the growth of all unwanted organisms except those being sought تمام اذا هاي بشتغل بالعكس كل الميد او الكل media اللي من قبل كانوا هدفهم عشان ينموا نوع معين او يعملوا growth la bacteria non fast stadius هدول او selective media cultures لأ انا بحط فيهم inhibiting agent عشان تمنع نمو اي شي تاني الا الشي اللي انا بدي عشان هيك سميت selective it it select the bacteria it wanted to grow تمام تمام فالن wanted بحط inhibiting agent to stop the growth of the unwanted organism except those being sought لهم انا بدي اياهم inhibitor agent كيف ممكن نكون ممكن نكون dyes صبغات ممكن نكون bile salts اللي هم الاملاح تبعون المرارة ممكن نكون alcohol acids and antibiotics تمام example على selective agar المacon key agar والسلمون اللي شي اللي agar هاد السلمون اللي شجال agar inhibited the growth of gram positive bacteria and low gram negative only تمام ف ديروا بالكم هون السلمون اللي شجال agar باختلف عن السيلي نايت السيلي نايت اف بروث اللي بيكون بدو يبحث عن السلمون اللي أو الشجال species في ال ستول سبيسم تمام لأ هاد شجال سلمون اللي agar بيكون مخصص بس ل growth of gram negative والgram positive ما بسمح لهم بالنمو تمام تمام نجح نجح على differential culture media اخر اشي differential اسمه differential يعني contains an indicator differential يعني indicator اشي بيدل على الشي يميزه دون عن غيره indicator as BH indicator that allows colonies of one bacterial species to exhibit certain metabolic or cultural characteristics that can be used to distinguish them from other bacteria growing in the same agar plate ايو ايش يعني هاد يعني بحكيلي انا هاد الميديا بستخدم فيه indicator زي BH indicator مثلا لو كان عندي هاي البكتيريا موجودة لازم يتغير لون الاغار من اصفر لأحمر تمام فهاد BH indicator بدللي على يعني او تغير لون الاغار تبعا لتغير البي اتشاد للي انو هاي البكتيريا موجودة ونمت حتى بوجود اذر بكتيريا الكلونيز وهاد indicator distinguish these bacterial colonies عن غيرهم اللي موجودين في الاغار تمام اذن بميز differential culture median فيها indicator بحيث لما تنمو هاي البكتيريا يكون في لها خصائص مميز فيها metabolic or cultural characteristic زي مثلا انها بتطلع BH بتغير لون الاغار تمام فهذا بميز بميز لها البكتيريا عن غيرها برضو مثال على ذلك او مثال على culture characteristic زي مثلا انا بستخدم blood agar وهي مثال على فكرة ال blood agar انه بعض البكتيريا بنحكي بيتا hemolytic or alpha hemolytic انه بيسببوا تحلل لكريات الدم الحمراء يا اما كلي يا اما جزئي وبناء نظرك بنقسمها الى بيتا او الفا تمام فهذا الشي بعمل انه لو عملتلي بيتا hemolytic انا بعرف انه انا في عندي هاي الفاميلي من البكتيريا لو عملتلي alpha hemolytic انا بعرف انه كونها عملت alpha hemolytic هاي الكاركتيريستيك معناته هي الكولوني كذا او النوع كذا من البكتيريا تمام مثال على ال ميديا الماكون كي اقار اللي حكينا فوق انه سيليكتف الماكون كي اقار ذا الديفرانشيات بتوين لكتوز فيرمنتر التورنز انتو بينك اند نان لكتوز فيرمنتر اللي ميلي جرام ني كتب بكتيريا turns colorless تمام يعني بالعربي انا لو جبت ماكون كي اقار وحطيت فيه البكتيريا لو تحول لون البكتيريا للون البينك بعرف انها لكتوز فيرمنتر تمام بتعتبر لكتوز فيرمنتر اما لو ضل اللون colorless تمام وصار colorless عفوا انه ما بيكون لون الماكون كي اقار colorless ولكن لو صار colorless انا بعرف انها نن لكتوز فيرمنتر او لكتوز نن فيرمنتر وهي جرام نيجيتف بكتيريا تمام في الماكون كي اقار يعتبر ديفرنشيل ويعتبر سيلكتف سيلكتف لانه بسمح بنمو مثلا نمو معين من البكتيريا بوزيتف مش نيجيتف وبرضه ديفرنشيل لانه بميز اللاكتوز فيرمنتر عن اللاكتوز ديفرنت هيموليتيك باترنز كود بي رزلت ان اه غروينج اوف سيرتن بكتيريا تمام ممكن بكتيريا تنمو تعملي هيموليس وهاي الهيموليس الو باترن ممكن كون بيتا هيموليس ممكن كون الفا هيموليس فكل باترن او كل هيموليتيك باترن بدللي على نوع معين من البكتير الفاميريز وبالتالي يعتبر ديفرنت كالتر ميديا الى هنا نكون قد انهينا هذا اللاب او منتصف هذا اللاب اتمنى يكون كل شي واضح بالنسبة لكم واي شي بتقدر انكم تسألوني ويعطيكم الف عافية